وهي المادة التي يتصعب منها معظمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأفضل المرسلين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو لقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي إخواني وخواتي أعزائي من طلبة التوجيه فنوي العام بجيل 2006 أنا الدكتور هاني السلاق أنا وياكم سنبدأ مسيرة النجاح من اليوم إن شاء الله وزي ما أحكيت لكم وزي ما أعودكم دائما يجب أن تثق بنفسك أنا إنسان ناجح نعم أنت إنسان ناجح والنجاح يبدأ من داخلك بدي تقنع نفسك أنه أنا إنسان ناجح حتى أحقق النجاح النجاح لن يتحقق إلا بقناعة داخلية ثم نمشي في مسار الناجحين طب الناجحين شو بيساووا؟ بيدرسوا يا جماعة بيدرسوا وبيعيدوا المادة مرة ومرتيا وثلاثة وبيتابعوا مع أساسي مميزين زي الأساسي الموجودين في منصة ثراء حتى تمشي أمورهم ويكونوا هم ناس مميزين أنا في الكيميا رح أأسسكم في الكيميا العضوية طب ليش بالذات بالكيميا العضوية؟ بحثت في الكيميا بين مادة الأول ثانية والتوجيه وجدت أنه الموضوع الوحيد المهم اللي عليه العين اللي مستاهل الذي يتطلب جهد الذي يتطلب مهارة الذي يتطلب مثابرة هي مادة العضوية بشان هيك أنا اليوم بدي أبدأنا وياكم بمادة العضوية مادة بتستفيد منها بالأول ثانوي ومادة إن شاء الله ستحقق لك النجاح والفائدة في التوجيه إذن ليش الكيميا العضوية بالذات؟ لأنه هي المادة الوحيدة المرتبطة اللي رابطتها قوية جدا 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 بين الأول ثانوي والتوجيه طيب تعالوا نحكي باسم الله يا جماعة ونشوف وبداية الآن من العنوان نفسه هلأ يا أبنائي يا أعزائي يا إخواني يا خواتي بدي كل كلمة أنا مش راح تكونوا فاهمينها ورح تشوفوا أثناء شرحنا ما راح نمر على معلومة إلا وإنت فاهمها إن شاء الله أبدأ من العنوان نفسه مقدمة في الكيميا العضوية ليش الكيميا العضوية أول إيش يسموها كيميا عضوية شوفوا معاي لأنه أول ما اكتشفت اكتشفت داخل أجسام وأنسجت وآضاء وخلايا الكائنات الحية وكان من المستحيل تحضير مثل هذه المركبات بعيدا عن الآضاء لذلك سموها كيميا العضوية وكان من المستحيل تحضير مثل هذه المركبات بعيدا عن الآضاء فزاد اللغز تقيد إنه هاي كيميا تحص الأضاء وبقيت لغزا محدش قادر يحضر مركب عضوي بعيدا عن الأضاء أبل ما أجع عالم اسمه فوهلار يعتبر أبو الكيميا العضوية هذا البني آدم شو ساوى حضر أول مركب عضوي حياتي بعيدا عن الأضاء وجد إنه قائم على أنصر الكربون لم كل العلماء اللي كانوا موجودين في أهده وفرجاهم هو إساوى وراحوا حضروا اسمعوا شبهها حضروا عشرات مئات آلاف حضروا الآن ملايين المركبات العضوية الصناعية بعيدا عن البشر فوجدوا إنه هاي كلها قائمة على أنصر الكربون لذلك الاسم الحديث الكيمياء العضوية اسمها الحديث هو عبارة عن تفرجوا اسمها هو كيمياء مركبات الكربون إذن كمان مرة ليش كيمياء عضوية؟ لأنه أول ما اكتشفت وين اكتشفت؟ في أعضاء وأنسجة وخلايا الكائنات الحية وكان من المستحيل تحضيرها بعيدا عن الأضاء أجعلهم اسمه فوهلر حضر أول مركب أضوي حياتي بعيدا عن الأضاء درسوا وجد إنه قائم على الكربون العلماء شو ساووا؟ حضروا عشرات مئات آلاف ملايين المركبات كلها قائمة على أنصر الكربون طيب ليش الكربون بالذات قادر على عمل هذا الكم الهائل من الروابط؟ شوفوا ليش يا أعزائي لأنه الكربون على سبيل المثال هاي ذرة الكربون الكربون رمزه الكيميائي سي عدد الذر ستة هلأ توزيعه الإلكتروني بدنا نشد دخل فيه تفاصيل توزيعه بكف هيك اتنين أربعة في مستوى الأخير يوجد أربع إلكترونات ذرة الكربون كذرة تفرجوا عندها أربع إلكترونات حيومة بإمكانها تكون أربع روابط تساهمية أحدية تبعوا معي الآن هاي الكربوني بدي أعيدها كمان مرة هيها هون هاي كربون محاط بأربع إلكترونات ابتيجي ذرة الهايدروجين هلأ أنا بديت بالهايدروجين مشان أنا وياكم نعرف إنه عنده إلكترون ديروا بالكم هذا عنده إلكترون وهذا عنده إلكترون تنشأ بناتهم ايش من سميه في هاي الحالة هاي من سميها رابطة تساهمية تفرجوا أحدية يعني يا جماعة لما أشوف خط واحد هاي من سميها أحدية هاي سيجما وسيجما دائما بعطوها رمز سيجما زي هاي صفتها أنها ايش مالها قوية هاي ساوت رابطة تأتي كمان ذرة هيدروجين هيها برضو ذرة الهايدروجين كلكم تعرفوا عنده إلكترون هيعمل كمان رابطة برضو هاي رابطة ما لها تساهمية بجيني هون كمان ذرة هيدروجين برضو تقدم رابطة اشمالها تساهمية بجيني كمان ذرة هيدروجين شو بتقدم كمان رابطة اشمالها تساهمية اذا واضح انه الكربون عمل اربع روابط تساهمية احادية سيجما قوية طيب هل هاي تمثل زوج من الالكترونات انتبهوا الان شو بحكي انا هاي هدول الالكترونيين وهدول الالكترونيين وهدول الالكترونيين وهدول الالكترونيين واضح انه هاي ذرة الكربون اصبحت محاطة بثمن الالكترونات لذلك منحكي انه هاي الذرة وصلت الى حالة الاستقرار تعالوا نكمل بكمان شغلة يا جماعة تفرجوا لي ايش بدي اساوي الان بدي اجيب ذرتين كربون هاي ذرة كربون وهاي كمان ذرة كربون ديروا بالكم ذرت الكربون حكينا محاطة بكم بأربع إلكترونات مشان تكون الأمور واضحة تفرجوا إيش بدي أساوي هاي الرابطة الآن هيك بدي أمسحها هاي مسحناها ليش مسحتها مشان أرد أحكي لها إنه هاي أربع إلكترونات إيش بيصير تفرجوا إيش بيصير هلأ الكربون بده يستقر فإيش بعمل كربون كربون بعمل رابطة هلأ هاي الرابطة شو سميناها رابطة من نوع سيجما بصير أختصرها بإيش بسيجما هاي وحدة كمان تيجيني كمان ذرت هيدورجين تقدم إلكترون هاي برضو سيجما كمان ذرت هيدورجين تقدم إلكترون كمان ذرت هيدورجين تقدم إلكترون واضح إنه هذا الكربون صار محاط بأربع روابط سيجما قوية هاي سيجما سيجما كمان سيجما طب هاي تعمل رابطة سيجما كمان رابطة سيجما كمان رابط السيجما فواضح أنه أحيط بأربعة يعني هاي وصلت إلى وضع الثمانية وهاي وصلت إلى وضع شماله الثمانية هلا هذا المركب اسمه إيش منسميه منسميه هايدرو كربون وحدة وحدة يا أعزائي هايدرو كربونات ليه شو معنى كلمة هايدرو يعني هايدروجين كربونات شو يعني يعني عنده إيش ماله كربون لذلك هذا إيش سمينا هايدرو كربون إذن وإنت بتدرس وإنت بتسمعني إنت بتشوفني شو يعني هايدرو كربون مكون من هايدروجين وكربون هاي فعلا هذا منسميه هايدرو كربونات بالمرة أميزلكم إياها منسميها هايدرو كربونات هاي هايدرو كربونات مشبعة هلا إيش معنى كلمة مشبعة تفرجوا معاي جميع الروابط في هاي الحالة تفرجوا إيش معلها تساهمية بدها تكون أحادية مالها سيجما وإيش مالها وقوية إذن هاي وأنا بدرس سارت سامع شغلتين هيدرو كربون هيدروجينو كربون بس مشبع جميع الروابط تساهمية أحادية سيجما قوية طيب بدي أخذ أنا وياكم كمان مثال فرجوا لي على هذا المثال هون عندي ذرتين كربون بدي أخليهم ثلاث ذرات كربون ثلاث ذرات كربون تفرجوا كيف هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاث هلا هاي محاطة بأربع إلكترونات وهاي محاطة بأربع إلكترونات وهاي محاطة كمان بإيش بأربع إلكترونات هلا كل ذرة كربون بدي أسير أعرف بتساوي أربع روابط تساهمية أحادية سيجما قوية شو بيسير عندي يا أبطال تفرجوا إيش بدي يسير تجيني ذرة الكربون الأولى هاي أول إشي بتعمل كربون كربون هاي رابطة من نوع إشمالها سيجما وكمان هون كربون كربون بتعمل رابطة من نوع سيجما تفرجوا على هاي هاي منسميها ذرة كربون طرفية هاي منسميها كمان ذرة كربون إشمالها طرفية لموجودة الطرف طب هاي إش منسميها هاي منسميها ذرة كربون إشمالها وسطية تبوا معي ذرة الكربون الطرفية هاي تعمل كمان رابطة ثنتين ثلاث انتبهوا يا أبطال إذن صارت هاي مساوي ثلاث روابط مع ثلاث ذرات هيدروجين والرابطة رقم أربع إشماله كربون بعديا هون عندي كمان أتش أتش جميل جميل طبوا هاي عندها واحد اثنين ثلاث هلا تفرجوا معاي كل ذرة كربون وصلت إلى حالة الاستقرار تفرجوا هاي مساوي أربع روابط ثلاث هيدروجين ووحدة كربون هلا هاي مساوي ثنتين كربون ثنتين هيدروجين هاي ثلاث هيدروجين ووحدة إشمالها كربون تفرجوا الآن إش بدي أساوي بدي أفتح كمان صفحة وأنا وياكم نشوف كمان مرة تفرجوا هلا عندي أحكي على أعيد من أول وجديد يبدأ بذرة كربون وحدة هايها محاطة بأربع إلكترونات يلا يا أبطال مين يوزع لي ذرات الهيدروجين يلا يلا يا أبطال يلا 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 أشوف كمان هاي حكولي هون وحدة هاي ثنتين هاي ثلاث وهاي أربعة واضح بأنه هذا المحترم هاي لما أكتبه من سابهيك سي أتش فور هلا هاي السي أتش فور للي بعرفيش يسمها صيغة جزيئية إيش يعني يا أبطال صيغة جزيئية تفرجوا الصيغة الجزئية يا شطورين هاي صيغة مالها تفرجوا صيغة توضح اتفرجوا إيش توضح صيغة توضح عدد ونوع الذرات المكونة للمركب تعالوا نتفرج من غير محدة يشرح لي امبين كلنا فهمانين يا جماعة اتفرجوا هاي زبطنا كلمة مركب يا أعزائي الكل فاهم علي إنه هون من غير محدة يشرح لي هون في عندي على سبيل المثال تفرجوا منيه في ذرة كربون وحدة وعندي هايدروجين إذن النوع نوع الذرات كربون وهايدروجين عددها انبين هون ذرة كربون وحدة هون أربع ذرات إيش ماله هايدروجين هاي إيش اسمها صيغة جزئية هذا منسميه شكل المركب بديش أدخل لكم في تفاصيل عكثيرة بكفينا لهون تعالوا نتفرج أنا بدي أرد أحكي عندي ذراتي كربون هاي يومي واضح إنه هذا محاط بأربعة وهذا محاط بإيش بأربعة هاي هلا هاي المحاطة بأربعة بدها تعمل أربع روابط انتبهوا معاي هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاثة هاي أربعة هلا هاي برضو هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاثة وهاي رقم إيش مالها أربعة هاي لما أختصر يا أبطال إن بين صار هيك CH3 داش CH3 هلا هاي من سميها صيغة بنائية والله أكتب لكم هاي اسمها صيغة بنائية مفصلة شو يعني يا أبطال صيغة بنائية مفصلة يعني أنا وإياكم بالتفصيل الممل شايفين إنه الكربون محاط بثلاث ذرات هيدروجين بعدين رابطة بعدين كمان ثلاث ذرات هيدروجين طب هاي إيش من سميها هاي من سميها صيغة بنائية لكنها في هاي الحال إيش مالها مختصرة شو يعني إن بين إنه أنا وإياكم عارفين إنه الكربون محاط بثلاث هيدروجين كربون محاط بثلاث هيدروجين نفس الإشي هون بالتفصيل هون بالمختصر بإمكانه يكتب لي إياها تفرجوا كيف بإمكانه يكتب لي إياها بإمكانه يكتب لي إياها CH3 CH3 من غير داش بناتهم بنفع طبعا بنفع بإمكانه كمان يكتب لي إياهم تفرجوا كيف هيك CH3 داش CH3 كله صح الثلاث هون أنا كتبهم صح طب لو بدي صيغة في هاي الحالة جزائية يا أبطال تفرجوا صيغة الجزائية C2 H في هاي الحالة 6 تعالوا نتأكد نبين كربونتين هون هاي يميه و 6 ذرات هيدروجين هاي يميه طيب نخدي لنا كمان مثال يا أبطال تعالوا أشوف أنا وياكم بدي أحكي على 3 ذرات كربون هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاثة طبعا واضح بهمش بدي أرد هدول أمسحهم مشان أنا وياكم نحوطهم بأربع إلكترونات لاحظوا هاي مسحتها هاي كمان مسحتها هلا الكل اللي مبين معاه إنه هاي أربع هاي هاي يميه هون عندي أربع إلكترونات وهون أربع إلكترونات يا أعزائي لما أبدأ الكل معاي إنه أنا بدي أبدأ الآن تفرجوا من وين هاي هاي من سميها ذرة كربون طرفية على الطرف ايش ميزتها بتعمل رابطة هاي ثنتين هاي ثلاث ورقم أربع إشمالها كربون طيب هلا هاي هاي رابطة هاي ثنتين هاي إشمالها ثلاث هلا هاي وحدة هاي ثنتين هاي ثلاث هلا إن بيّن لكل واحد فيكم إنه كل ذرة وصلت إلى حالة الاستقرار نعم هذا واحد اثنين هذا المحترم هاي من سميها طرفية طيب هاي يا أبطال برضو بسميها ذرة كربون إشمالها طرفية لكن هاي بسميها ذرة كربون إشمالها وسطية كمان معلومة تفرجوا معاي إمنية يا أبطال هلا أنا بدي أحكي على ما يلي هذا المحترم بدي أكتبه تحتيه تفرجوا إيش بدي أكتبه CH3 داش CH2 بعدين إيش CH3 لاحظوا الطرفية CH3 الطرفية CH3 الوسطية شو اسمها CH2 هلا هذا الشكل اللي موجود هون هاي من سميها صيغة بنائية لكنها في هاي الحال إشمالها مفصلة هلا هاي من سميها صيغة بنائية لكنها إشمالها مختصرة يلا أشوف هلا لما أنا بدي أكتب الصيغة الجزيئية يا أبطال الصيغة الجزيئية زي ما عرفناها قبل بشوي هاي صيغة توضح نوع وعدد الذرات هلا كلكم شايفين عندي ثلاث ذرات كربون عندهم لها هيدورجين 26 و 28 إذن H8 هاي بسميها في هاي الحالة صيغة جزيئية تعالوا نخذ لنا كمان مثال تفرجوا لي هذا المثال يا أبناي هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة طبعا هون أربع إلكترونات هون كمان أربع إلكترونات هون كمان أربع إلكترونات وهون أربع إلكترونات يلا يا أبطال بدي حدا يوزع لي ذرات الهيدورجين الكل بأيدني إنه هون عندي هاي واحد هاي عندي اثنين هاي عندي تلات هاي عندي أربعة هاي اش سميناها ذرة كربون اش مالها طرفية هاي عندها واحد اثنين هلأ هاي إش بنسميها وسطية هلأ تعالوا نكمل هون هاي واحد اثنين هلأ هاي برضو شو اسمها وسطية في هاي الحالة هلأ هاي اللي ضلت شو بنسميها ذرة كربون اشمالها هاي ذرة كربون طرفية هلأ هاي اسمها صيغة فرجوا هاي اللي أنا كاتبها صيغة بنائية مفصلة جميل جدا هلأ بدي أنا وياكم نختصرها امبين يا ابطال لما اجي اختصرها هاي بكتب CH3 لاحظوا كيف الطرفية CH3 هاي CH2 كمان CH2 جميل جدا كمان CH3 يا سلام هاي اش منسميها هاي منسميها صيغة في هاي الحالة بنائية لكنها اش مالها مختصرة كمان هاي في كتابنا ممكن اكتبها يا جماعة هيك CH3 اختصر الوسط تفرجوه CH2 اتكرر مرتين باي 2 بعدين ايش CH3 طيب يلا اشوف يا ابطال مين بدي يعطيني الان الصيغة في هاي الحالة بدي اكتب الصيغة الجزيئية طبعا يا اعزائي مشان تاخد على الموضوع بدي كل واحد فيكم بورقة وقلم يعيد معي هذا الحكي ويصلح لحاله يشوف الامور بتطلع معها صح ولا لا يلا يا ابنائي مين بدو يعيد هلا هون عندي كم من ذرة كربون هاي المحترمين حكولي اربعة كم من ذرة هيدروجين يمبين ثلاث وثلاث هاي ستة واربعة انا بحكي على في هاي الحالة عشر ذرات اش مالها هيدروجين حكينا عشرة يا ابنائي اذا هدول انا بحكي على هونتن طيب اخر مثال بدي اكتبه هلا ايش بدي منكم بدي الكل كل واحد يجيب ورقة وقلم ويكتب معاي انا بحكي هاي واحدة هاي ثنتين هاي ثلاثة هاي اربعة هاي خمسة يلا ازاي كل واحد يجيب ورقة وقلم وبيدي توزعوا معاي ذرات الهيدروجين يلا يا ابنائي يلا 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 بسرعة 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 كل واحد ورقة وقلم هلا هاي سميناها طرفية هاي طرفية منية وهاي كمان اشمالها طرفية بدي اوزع ذرات الهيدروجين ابنوا معاي من هون هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاثة جميل وهاي كمان واحد اثنين ثلاث هلا امبين هدول ثنتين طب وهدول بدي يكون عندي ثنتين وهدول ثنتين اذا هدول المحترمين هدول هيك شو منسميها وسطية جميل جدا 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 لان بدنا نختصر هلا هاي يا ابطال يلا شوف ايش منسميها CH3 داش CH2 كمان CH2 كمان CH2 بعديا CH3 جميل جدا هلا انا بدي اختصر صارت هيك CH3 هلا هون CH2 باي 2 بعدين اش بدي يطلع عندي هون CH3 جميل جدا 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 هلا بدي صيغة جزيئية يلا يا ابطال صيغة جزيئية يلا حدا يؤدي لذرات الكربون هاي بيحكو لي خمسة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة صحيح يلا حدا يؤدي لذرات الهايدروجين ثلاث وثلاث ستة ثمانية عشر اثناش اذا طيب هلا كل اللي انا كتبت على اللوح الى الان اسمه هايدرو كربونات وهي مشبعة يا اعزائي بدي تعرف ليش سموها مشبعة هلا بدي يكون عارف سموها شبعانة لان هون جميع في هاي الحالة الروابط ايش مالها بديها تكون تساهمية بعدين اوحادية بعدين سيجما وبعدين ايش مالها قوية في هاي الحالة كلام جميل جدا طيب تعالوا نرجع للملف تبعنا اذا انا وياكم عرفنا انه اسمها كيمية عضوية لانها موجودة في الاعضاء اسمها كربون مركبات كيمية الكربون لانه كلها قائمة على انصر الكربون انا وياكم انه ندرس عيلي الصغير اسمها الهايدرو كربونات ايش ميزتها مركبات عضوية تتكون بصورة اساسية من مين الكربون والهايدروجين وتمتاز بان ذرة الكربون قادرة على عمل روابط اشمالها احادية لانه اياكم شفناها لكن الان رح ارجع وافرجيكم وقد تكون الرابطة ثنائية وقد تكون الرابطة اشمالها ثلاثية هل اتفرجوا الهايدرو كربونات اللي بتتكو طبعا مركبات عضوية تتكون من ايش ويش كربون وهيدروجين تنقسم الى كم من قسم ثلاث اقسام اطلعنا يا جماعة اللي انا وياكم كنت احكي عنه الى الان هاي الالكانات ايش مالها هيدرو كربونات مشبعة جميع الروابط فيها تساهمية احادية سيجما قوية طبعا هل هذا الحكي لسا من انفصله اكثر لكن اتفرجوا ايش في عندي هيدرو كربونات ايش مالها غير مشبعة ايوة الغير مشبعة التي الالكينات هلأ بفهمكم اياها تحتوي على رابط ايش مالها ثنائية او الالكينات التي تحتوي على رابط ايش مالها ثلاثية تعالوا الان نفتح لنا صفحة جديدة وانكمل انا وياكم اتفرجوا بدي احكي الان على رابط هلأ بدي احكي على س اتفرجوا عالم الالكينات انا يا جماعة بحب اكتب مفردها مفردها الكين لما تسمع كلمة الكين يا ابنائي يا اعزائي يا اخواني يا اخواتي يا من يبحث عن النجاح مش النجاح النجاح والتميز اه بدي تعرف انا اسمعت كلمة الكين معناته يحتوي في هاي الحالة على رابط ايش مالها تساهمية ايش مالها ثنائية تفرجوا معاي منيح على هاي الرابط يا جماعة انا بحكي على تفرجوا منيح على الكربون اذا اجتمع كربونتين هاي يوم هاي كربونة وهاي كمان كربونة تفرجوا منيح عندي الكترونين هون ضل الكترونين هون فيه كمان الكترونين هلا ابتيجي ذرات الهايدروجين تفرجوا منيح ايش بسير ذرة الهايدروجين هاي بتعمل هاي رابطة من نوع سيجما هاي زي ما اتفقنا رابطة من نوع سيجما رابطة سيجما رابطة سيجما تفرجوا الان هون ايش بسير هاي هاي من نوع إشماع لها سجمة قوية لكن بيصير إشي من سمي يا جماعة تداخل جانبي بديش أدخل لكم في تفاصيله بس بدي تعرف إنه هاي من سميها رابطة في هاي الحالة إشماع لها باي هاي من اختصرها في باي زهيك هاي ضعيفة هذا المحترم اللي أنا كاتبه الآن على اللوح أمامكم هذا من سمي يا جماعة شو من سميه من سميه الكين إذن كمان مرة لما تسمع كلمة الكين معناته يحتوي على رابطة تساهمية ثنائية تفرجوا منيه هاد لما آجي أختصره يا أبنائي باختصره هي سي تفرجوا أجتو بعديا رابطة ثنائية سي أجتو أو ممكن أكتبه هيك سي أجتو بعدين رابطة ثنائية إشمالها سي أجتو إذن إذا صار المركب كمان مرة يا أبنائي يا أعزائي يا إخواني يا خواتي إذا صار في عندي رابطة تساهمية ثنائية هذا المركب صار الكين وصار اسمه هيدرو كربون تفرجوا من سميه هيدرو كربونات لكنها غير إيش مشبعة في هاي الحالة طيب هاي واحدة كمان واحدة زيها تفرجوا إيش بدي أساوي هاي أنا ما زلت بحكي على الكين يا جماعة بحكي على رابطة في هاي الحالة تساهمية بدي أكون عندي ثنائية رابطة تساهمية ثنائية من سميه يا أبطال هايدرو كربونات غير مشبعة تعالوا أنا وياكم نتفاهم عليها هاي عندي سي هاي كمان كربون سي هاي رابطة تساهمية ثنائية سي هلا اللي بدي منكم يا أعزائي بدي أكمل أنا وياكم ذرات الهايدروجين هلا الكل مبين معاه إنه هون ضلله رابطين هلا تعدوا معاي هيك الكربون لازم يساوي أربعة هاي فيه هون ثنتين إذا نضلله ثنتين هاي مساوي ثلاث إذا كانشو ضلله أحده هل هاي مساوي أحده إذا كانشو ضلله أحده ثلاثة في هاي الحالة جميل جدا 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 كمان معلومة نخلص منها هل إذا سألني خدد أنواع الروابط بحكي له هاي رابطة سيجما طب و هاي سيجما طب و هاي سيجما هاي سيجما 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 طب إذا سألني علي ضلّت هاي منحكي لها رابطة في هاي الحالة اشمال ها رابطة باي اذا سألني على عدد الروابط باي هاي عدد الروابط في هاي الحالة باي هاي مشان تألفوا ليها باي انبين في هذا المركب يوجد رابطة باي وحدة طيب اذا سألني على عدد عدد الروابط في هذه الحالة إيش معلها سيجما بعدهم تعالوا نعدهم يا أبنائي يا أعزائي تعالوا نكمل الآن تكملتنا أنا وإياكم بدنا نعد عدد روابط باي في هذا المركب وعدد روابط سيجما اتفقنا عندي رابط باي وحده هيها هل عدد روابط سيجما تعالوا نعدها هاي وحده ثنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية هاي يومي ثمانية طيب لو بدي أكتب صيغة مختصرة لهذا المركب تفرجوا معاي منيه هاي صارت سي أتش ثري بعديا داش سي أتش وحده بعديا رابطة ثنائية إيش معلها سي أتش تو طبعا راح أحكي لكم الصيغة لكمان شوي بس نقلف هذا الحكي تعالوا الآن ما زلت أنا بحكي على تفرجوا على إيش على الكين هذا الألكين بيحتوي على رابطة إيش معلها؟ تساهمية الآن ثنائية يا أبنائي يا أعزائي يا أبطال يا من يسعى للنجاح والتميز بدي أكون مصحصحة هذا الآن هاي درو في هاي الحالي كربونات لكنها شمالها غير مشبعة أعزائي تفرجوا هون هاي واحد هاي اثنين هاي تلاتة هاي أربعة هون في رابطة شمالها ثنائية كمان عندي هون سي تفرجوا هاي رابطة ثنائية تفرجوا منيح بدي حدا يلا أشوف هلا أكلنا كل واحد بعاء ورقة وقلم وبوزع ذرات الهايدروجين وتأكد إنه المركب اللي بيطلع عنده زي اللي بيطلع عندي هلا إن بين هون عندي رابطين صحيح هلا هون شو ضلل له ديروا بالكم هاي رابطين ووحدة ثلاث إذن ضلل له وحدة هلا هاي مساوي رابطين إذن شو ضلل له ثنتين هلا هاي مساوي رابطة إذن شو ضلل له ثلاثة في هاي الحالة إن بين هون سي أتش ثري بعديا سي أتش تو بعديا سي أتش بعديا رابطة ثنائية سي أتش تو طيب تفرجوا هون هاي عندي واحد هاي اثنين هاي تلات صحيح يلا شوف يا أبطال كاملوا معي هون هاي مساوي روحة 2 1 2 3 إذن شو ضلل له 1 هلا هون شو ضلل له برضو 1 هلا هاي مساوي 1 إذن شو ضلل له أيوة 3 ممتازين هلا لما آجي بدي أكتبه بالمختصر يمبين أنه عندي هون CH3 كمان عندي CH1 رابطة ثنائية CH بعدين CH3 جميل جدا جدا لما بدي أحكي عدد روابط شمالها Sigma في هاي الحالة امبين أنه هاي Sigma وهاي Sigma هاي كمان Sigma أيوة هاي Sigma Sigma هاي Sigma Sigma هاي كمان Sigma تفرجوا معاي منيح امبين أنه الرابطة اللي ضلت هاي عبارة عن رابطة شمالها باي جميل هون هاي رابطة باي والباقي كله روابط من نوع شماله Sigma في هاي الحالة تعالوا نتفرج عليها منيح هاي Sigma هاي كمان Sigma Sigma هاي Sigma طبعا هاي Sigma لاحظوا هاي Sigma Sigma هاي Sigma 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 في هاي الحالة طبعا هذا إذا كان الكين والألكين حكينا بعمل رابطة تساهمية اشمالها ثنائية طيب هلا أنا وياكم بالمرة بدي أخلص من الكاين الكاين يا جماعة شو ميزته تفرجوا بعمل رابطة في هاي الحالة تساهمية اشمالها ثلاثية هلا اتفرجوا طبعا هذا من سبيه برضو هيدرو كربون لكنه اشماله غير مشبع في هاي الحالة هاي عندي سي تفرجوا منيح رابطة تساهمية ثلاثية سي يا أبنائي امبين الآن على اليمين ضل لي رابطة وحدة ليش يا أستاذ مهمة ثلاثة ضل وحدة هلا هون ثلاثة إذن شو ضلل له وحدة هلا لما آجي بدي أحدد الروابط الكل شايف انه هاي Sigma وهاي كمان Sigma وهاي كمان اشمالها Sigma يلا امبين للي معانا انه هاي رابطة اشمالها Bi وهاي رابطة Bi الرابطة Bi شو حكينا اش ميزتها ضعيفة وهاي ضعيفة هلا هاي رابطة ميزتها انها قوية هلا هذا بكتبه H C رابطة ثلاثية CH بيسير وبإمكاني اني اكتبه H C رابطة ثلاثية CH جميل بدي ااخد كمان واحد زيه يلا اشوف يا ابنائي الكل معا ورقة وقلم اشوف وبدي توزعوا لي هذا عبارة عن زي ما حكينا الكاين لما احكي انا الكاين بحكي على رابطة بدي يكون عندي تساهمية اشمالها ثلاثية في هاي الحالة هاي واحد هاي رابطة ثلاثية هاي واحد يلا يا ابطال اشوف كل واحد معا ورقة وقلم يلا اشوف وزعوا لي ذرات الهايدروجين يلا كمان كمان ايوه ايوه هلا ان بين هون بس وحدة جميل هلا هون ولا وحدة هدول ثلاثة ووحدة اربعة ممتازين هلا هون ايش في عندي ثلاث رائعين كمان معلومة بدي واحد يعطيني الروابط باي امبين هاي رابطة باي وهاي رابطة باي كلام في منتهى الروا يا ابطال امبين هاي سيجما ايوه هاي سيجما هاي كمان سيجما 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 هلا هذا لما اجي اختصر امبين سياتش ثري بعدين سي رابطة ثلاثية سي اتش هلا لما بدي احكي عدد عدد الروابط باي هلا امبين هون كم من رابطة باي موجود يا ابطال امبين انه في عندي انا هون رابطتي باي هاي يومي طيب عدد الروابط في هاي الحال ايش مالها سيجما تعالوا نعدهم هاي واحدة ثنتين ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا في عندي ست روابط من نوع اشمالها سيجما طيب تعالوا نكمل الان فاخدت فكرة في حسط اليوم عن عن الهيدروكاربونات المشبعة اخدت فكرة عن هايدروكاربونات غير المشبعة اللي اللي يسمها القائنات التي تحتوي على رابطة إشمالها ثلاثية تعالوا أكمل أنا وياكم واشوفوا التكميلة تبعتنا بإيش يا جماعة تفرجوا هون هل أنا وياكم بدي أفتح شاشة جديدة مشان أحكي أنا وياكم على الهايدروكربونات اللي إيش مالها طبعا فيه كمان إشي اسمها هيدروكربونات الطرية اللي هي بدخل فيه تركيبها حلقة من ذرات الكربون البنزين مش روح نحكي عنه الآن بدي أروح أنا وياكم عالميا على الألكانات لكن بدي أفتح أنا وياكم صفحة جديدة مشان في حصة اليوم نفهم إنه الألكانات هي كهيدروكربونات إيش مالها؟ مشبعة آه تعالوا أفهمكم الصيغة العامة اللي إلها اللي هي CNH2N زائد اثنين طيب تعالوا نحكي بسم الله من أول وجديد وأنا وياكم أروح على تفرجوا الآن الصيغة العامة يا جماعة للألكانات الصيغة العامة للألكانات تفرجوا إيش هي؟ CNH2N زائد اثنين طب أن ماذا تمثل في هاي الحالة؟ تفرجوا أن تمثل في هاي الحالة عدد ذرات الكربون بناء عليه تعالوا سؤال صغير شو بحكي لي سؤالي؟ بحكي لي هيك أكتب صيغة الألكان لما أسمع كلمة ألكان يا أبطال بده يتبادر لذهني مين؟ الصيغة الآتي هيها CNH2N زائد اثنين المحتوي على أولاً أن بيساوي واحد يعني هون بده يكون عندي ذرة كربون شو مالها؟ واحدة تفرجوا كيف هلأ بتحكي لحالك هايو C1 بعدين H 2 ضرب 1 زائد 2 في هاي الحالة بناء عليه إن بين هاي لما أجي أكتبها بده يطلع عندي C1H 2 زائد 2 شو طلعت؟ 4 في هاي الحالة طيب كمان وحدة زيها تعالوا أشوف بدي أكتب صيغة الألكان في هاي الحالة الآن N بتساوي 2 N بتساوي 2 يعني أنا بحكي على ذرتين إيش؟ كربون تعالوا يا أبنائي يا أعزائي شوفوا اش بدي أكتب C الآن 2 H تبعوا 2 ضرب 2 زائد 2 مين هي لتنين الآن؟ هاي N 2 وهاي N 2 فإيش طلعت في هاي الحالة؟ تفرجوا طلعت يا الله شو بدي حدا يجمع معاي امبين إنه طلعت C2H الآن 4 زائد 2 شو طلع عندي هون؟ 6 في هاي الحالة تعالوا أشوف 3 3 N بتساوي 3 يعني إيش؟ إيش N بتساوي 3؟ يعني أنا عندي 3 ذرات إيش ماله؟ كربون يا أبطال امبين إنه أنا صرت أحكي على في هاي الحالة C3 بعدين H بعدين 2 ضرب 3 زائد 2 تابوا معاي شو صرت أحكي أنا؟ C3 بعدين H في هاي الحالة 2 بتلات 6 زائد 2 شو طلعت؟ 8 في هاي الحالة طيب يلا أشوف مين بدي يكمل معاي؟ بدي ألكان ألكان أعيد هون كمان مرة الألكان تابعي يحتوي على 4 ذرات كربون تابوا معاي الصيغة العامة C N H 2 N زائد 2 في هاي الحالة امبين بدي أكتب الآن يا أبطال C4 H 2 ضرب 4 زائد 2 إذن شو طلعت؟ C4 H 8 زائد 2 أنا بحكي في هاي الحالة على كم؟ على عشرة يا أبطال هاي انتهينا منها طيب هاي اش سميناها؟ اسمها صيغة اش مالها؟ في هاي الحالة اسمها صيغة لكنها من سميها صيغة جزيئية طيب هلأ بدي أرجع كمان مرة أحكي لكم نختمها بأن الآن بساوي 5 يلا أشوف هلأ بدي الكل مع ورقة وقلم ويكتب معاي يلا يا أبطال أنا بحكي على سي أن أتش تو أن زائد 2 يلا يا حلوين يلا يا أبنائي أعزائي يلا يا أبطال إذن سي 5 صحيح بعدين أتش مالها؟ اتنين ضرب خمسة زائد اتنين إذن شو طلعت؟ سي خمسة أتش عشرة زائد اتنين أنا بحكي على اتناش في هاي الحالة هاي صيغة مين؟ الكان أبو خمس درات كربون طيب تعالوا أنا وياكم مشان نتدرب أكثر تفرجوا إيش بدي أحكيه هذا المحترم الكان اليو أنا بدي أبدأ بالميثان الميثان طبعا بدي تحفظوا للحصة القادمة إن شاء الله أسماء هم أول عشر مركبات هلأ بفرجكم إياهم لما أحكي صيغة جزيئية بدي تصيروا تعرفوا لي إنه هذا الألكان هو عبارة عن سي أتش فور كمان معلومي بحكي على صيغة في هاي الحالة صيغة بنائية إلو إن بين كربون محاط بأربع هلأ كنا يا جماعة نحكي إنه الكربون الآن محاط بكم بأربع ذرات هيدروجين هذا واحد لما أحكي فرضا سي تو أتش ستة هذا بدي تبدو تعرفوا إنه اسمه إيثان هلأ الميثان ذرة كربون وحدة الإيثان عنده ذرتين كربون في هاي الحالة لما آجي أوزحه من بيّن سي سي تفرجوا منيه يلا أشوف بدي حدا يكمل عني بعدين إحنا متفقين إنه كل واحد مع ورقة وقلم وبكتب يلا يا أبطال حكوا لي شو أساوي هون هاي مساوي رابطة إذن شو ضللها ثلاث ممتازين هلأ هون برضو شو ضللها كمان ثلاث هايها ممتازين بعدين بحكي الآن إذا بدي أكتب الصيغة المختصرة CH3 داش CH3 جميل جدا 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 كمان وحدة أنا بدي أحكي الآن عالميا على بروبان هاي بروبان هلا بدي تحفظوا لي يا بروبان ثلاث ذرات كربون C3 H8 في هاي الحالة هلا لما أحكي ثلاث ذرات كربون هاي يومة يلا شوف كل واحد معا ورقة وقلم وبيسجلي بوزعلي ذرات الهايدروجين يا جماعة هاي سميناها طرفية يلا احكولي أيوة أيوة هاي بيحكولي هون ثلاث جميل هلا هاي وسطية شو ضللها اثنين هلا هاي كمان طرفية شو ضللها ثلاثة في هاي الحالة بعدين الآن شو بكتب CH3 بعدين CH2 وبعديا CH3 جميل جدا 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 بدي أكمل بكمان معلومة هاي هذا أنا بحكي الآن على الكان الألكان تبعي بدي أحكي على ثلاث ثرات حكينا هلا بدي أحكي على بيوتان هلا بدي تحفظ إنه بمجرد ما سمعت بيوت أنا بحكي على أربع ذرات إشماله كربون الصيغة الجزيئية اللي إلها أنا بحكي على C4H الآن آه يلا أشوف بدي حدا يكمل إياها إن بيّن CNH2N زائد 2 آه يا أبطال إذن أربعة بثنين ثمانية زائد 2 شو طلعت عشرة في هاي الحالة لما بدي أحكي على صيغة بنائية الآن هل عم بيّن للكل إنه بدي أفرد أربع ذرات كربون يلا شوف مين بدي يوزعلي ذرات الهيدروجين كل واحد معاك ورقة وقلام بكتب معاك يلا هاي ارسميناها طرفية شو بيطلع عندها ثلاث جميل يا جماعة هلأ إن بيّن إنه هدول تنتين ضللها كمان تنتين كمان هدول تنتين ضللها تنتين وهون بدي يكون عندي CH3 هاي CH3 هلأ إن بيّن هون إيش طلعت CH3 هلأ هون CH2 كمان CH2 كمان CH3 حكينا لو واحد كتبها يا أبطال لو واحد كتبها CH3 بعدين CH2 باي 2 CH3 عليها أي مشكلة طيب يلا يا أبطال أنا بحكي على بنتان بنتان رح نتعلم خمس ذرات كربون يلا شو مين يكمل إياها هاي خمسة باتنين عشرة زائد اتنين إيش طلعت 12 جميل يلا يا حلوين كل واحد معاه ورقوا قلم وبسجل معاي أنا بحكي على خمس ذرات كربون يلا يا أبنائي يلا يا عزي يلا يا من يسعى إلى النجاح وزع من هون هاي طرفية شو بتأخذ تلات ذرات هاي درجين جميل طب هاي برضو كمان هاي تنتين لأنه بساوي رابط هون كمان تنتين جميل وهون كمان تنتين وهون إيش ماله تلات جميل جدا 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 طب لما أختصر إمبين إيش سارات هاي بدأ تطلع CH3 بعديا CH2 بعديا CH2 بعديا CH2 CH3 هلا بدي أختصر الوسط شو بطلع تفرجوه هاي CH3 بعديا CH2 باي ثري بعدين إيش ماله CH3 هلا يا جماعة دراسة هذا الموضوع دائما تكون معاك محضر لحالة بورقة وقلم واللي بأكتبه أنا وإياك منحلو مع بعضنا البعض هلا شوفوا معاي للحصة الجاي إن شاء الله بدي تكون عارفين لي أنا المرة الجاي إن شاء الله بدي أبدأ بتسمية الألكنة حتى أسميها صح بدي تكون نحظين أول عشر مركبات تفرجوه طبعا أنا وإياكم يفهمنا إيش يعني هيدرو كربون مش معا اعرفنا الصيغة هلا تفرجوه إذا كان مي ثان معناته عندي ذرة كربون وحدة يعني بيصير تسمية لها مي ثان وحدة إي ثان بدي يكون سي ثو أج فور هلا اشتغلنا فيه إذا هون ديروا بالكم الإسم مكون من مقطعين المقطع آن والمقطع مي ث مي ث معناته ذرة كربون وحدة آن جميع الروابط سهمية وحدية سيجما قوية هلا هون بدي يكون عندي إي ث وهون آن هلا هون بدي يكون بروب بروب بعدين آن لما تسمع المقطع بروب معناته أنا بحكي على ثلاث ذرات كربون آن كل روابط تساهمية وحدية طبعا وهذه الصيغة بتنطبق عليها صيغة سي أن أجتو أن زائد اثنين بيوت أربع ذرات كربون هاي سي فور أجش عشر بنت خمس ذرات كربون سي فايف أجش عشر هكسان ست ذرات كربون هبتان سبع ذرات كربون أكتان ثمانية بدي أعيدهم مشان تعرفون يتفرجوا اسم الألكان يا جماعة مكون من مقطعين ميث حكينا واحد إيث تنتين بروب ثلاثة ويشير إلى عدد ذرات الكربون والمقطع آن يشير إلى أن جميع الروابط زي ما تعلمنا اليوم تساهمية أحادية سيغمة قوية إذن كمان مرة بدي تكرر معاي الموضوع هاي بدي أسمع يا جماعة لما أحكي لك ميثان كم من ذرة كربون واحدة إيثان ثنتين ثلاثة بروبان أربعة بيوتان خمسة بنتان ستة هكسان سبعة هبتان سبعة هلأ تمانية أكتان نونان ديكان كمان مرة من الأخبطين يلا يا أبطال مين بده يحكي لي بنتان خمسة طب لما أحكي بيوتان بدي يكون أربعة لما أحكي بروبان ثلاثة هبتان بدهم يكونوا سبعة نونان تسعة طب الديكان إيش بدهم يكونوا عشرة يلا يلا أشوف مين بدهم يسمع معي يلا أحكي إيثان كم من ذرة كربون أيها ثنتين بيوتان بدي يكون عندي أربعة هكسان سب ذرات كربون هبتان سبعة طب ارجعنا لبنتان خمسة أوكي اليوم بكفي الله يعطيكم ألف هافية هدول الحسطين تبعتي اليوم بدي تدرس ليهم منيح 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 على أساس المرة الجاية إن شاء الله نكمل في تسمية المركبات الرضوية وبذلك نصنع النجاح لأنفسنا في الأول الثانوي وفي التوجيه إن شاء الله والله أعطيكم أليكم